حلمي سوبر لأول مرة في قيادة الزمالك والبطولة الرابعة لكابتن أسماعيل يوسف تعد بطولة كأس السوبر البطولة الأولى بالنسبة لمحمد حلمي المدير الفني لفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كمدير فني للفارس الأبيض وحصد فريق الزمالك لقب كأس السوبر المحلي بعد فوزه على غريمه التقليدي النادي الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 3-3-1 في المباراة التي أقيمت زي ما قلت لحضراتكم في ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي وطبعا انتهت المباراة بالتعادل السلبي بينما تعد بطولة السوبر الرابعة لإسماعيل يوسف مدير الكرة ورئيس قطاع الكرة في النادي الزمالك الذي أحرزها معه الزمالك الدوري مرة والكأس مرتين والسوبر مرة أخرى وده السؤال اللي أنا كنت بسأله بقى للكابتن إسماعيل يوسف اللي هو زمالك زعلام الجبلية زمالك زعلام الجبلية لأن الحقيقة كابتن محمد حلمي طلب من كابتن إسماعيل يوسف أنه هو عايزين يأجله 3 مباراة حلعبه 3 مباراة في 10 ايام وبالتالي هم عايزين يعجله مباراة من هذه المباراة ولكن تحت كرة القدم رفض هذا الموضوع كابتن حلمي أكد في تصريحاته للصحفيين اليوم السبت أن رفض تأجيل مباراة الزمالك سيؤثر على مستوى اللاعبين في ظل الإرهاق الذي يعانون منه بسبب ضغط المباراة المتتالية يلتقي الزمالك فريق لإنتاج الحرب يوم الأربع المقبل في المرحلة 18 للدوري العام ثم يلتقي الأولمبي بعدها بيومين فقط في دوري 32 لمسابقة كاس مصر ثم يلتقي طلاعي الجيش في الدوري يوم الاثنين من الأسبوع المقبل كابتن محمد حلمي قال كنت أتمنى أن تقدر لجنة المسابقات أهمية حصول الفريق على راحة قبل مواصلة المباراة بشكل مباشر لكننا أصبحنا مجبرين على التعامل مع الأمر الواقع